موسيقى يوصف بأنه رجل الجدل السياسي وصراحته تزعج الكثير من القوى والأحزاب خاض مع أجال القوى بمختلف وجوهها له مواقف دائما ما تثير الجدل وتفجر القلافات فبعد ثمانية عشر عاما سادتي من عمر العملية السياسية الحالية بات يضع نفسه بين الصقور متحدثا باسمهم ومتوعدا بتغيير المعادلة عن طريقهم صلاح الدين سادتي أكثر ما يثير اهتماماته حتى وإن اتهمه البعض بأنه له نفسا ونزعة منحازة كثيرا لأبناء مكونه إنه سيد سادتي مشعان الجبوري ضيف حلقتنا لهذه الليلة في الثامنة بعد فاصل قصير حياكم الله سادتي الكرام وحلقة جديدة من الثامنة عبر شاشة الرشيد الفضائي أتشرف الحوار مع ضيفي الأستاذ مشعان الجبوري رئيس حزب الوطن ضيفا كريما حياك الله أستاذ مشعان أهلا وسهلا ومساء الخير للمتابعين حياك الله أبدو إياك من التغريدة والتنويه اللي حضرتك أشرت إلى أمس كأنك وضعت خارطة سبحان الله اللي يريد أن نحشيه اليوم نبدأ من صلاح الدين اللي يثير دائما اهتمامك كمواطن عراقي كسياسي عراقي ما الذي يحدث في صلاح الدين على المستوى السياسي ومن يدير الملف السياسي هناك تحديدا من الألفين وثمانية تقريبا المحافظة تدار كانت بثنائي عمار يوسف من سامرة وأبو مازن أحمد الجبوري من شمال المحافظة يعني هي المحافظة دائما صلاح الدين أكبر مجموعتين دخلت مبكرا في العملية السياسية هم السامرة والجبور في أعقاب مغادرتي للعراق في بداية 2007 أو نهاية 2006 خلت الساحة للأسف وتمكن شاب كان خارج العراق أنا سويت الكتاب للأمم المتحدة حتى ينشرع عن إقامته في الأردن والتحق بالعمل مع آياد علاوي ثم مع الأمريكان من هذور الذين يدبوا أقراص على المواقع مال الدولة حتى يضربها قوات الغزو والاحتلال ثم الرجل الأمريكان فرضوا معاون أمني بدعم من آياد علاوي أيضا ومن معاون أمني دخل في كل المفاصل خليني أقول مع الإرهاب مع السياسيين مع الخدمات والمحافظة يتحكم بها من ذاك الوقت لحد هاي اللحظة هسا أنا تشنت قبل أعرض وثائق وأتكلم في ضوء معلومات ينطينيها متطوعين وقدمت بلاغات ضد الرجل واشتكيت عليه وحبست أو تسببت في حبس بلاغاتي وأطلق صراحة بالطريقة المعروفة من قبل بحاج قاسم سليماني وإلى آخره بس أقول لك صادقا وأقول للشعب العراقي بعد أن تمرد المحافظ على أبو مازن باعتبارك عن جزء عمار جبر نعم نعم دكتور عمار جبر هو جزء من حزب أبو مازن وهو اللي سواه محافظ نعم بعد أن تمرد عليه واطلعت على ملفات فساد لم أكن أتخيلها أن تكون حدثت في أي مكان بالعالم شقد مستوى انحدار الفساد ودرجة العراق في سلة من نزاها بالعالم ما نحن بل من مستنقع نعم اللي شفته هو شيء لا يصفه بدا اللي طلعت عليه حاليا مثل شون طلعت عليه أستاذ ماشح يعني مثلا 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 تجي أموال للبناء ماذا هم ما يسووها للبناء هو أحسن طريقتين أسرع هو يريد الفلوس دائما بسرعة بيكم الدار يشيلها فيسوي جملونة يبني جملونة افتراضية جملون بثلاثين يوم يتركب كلفة الجملون فلتكن سبعين ألف سبعين مليون دينار هم يسجلون الجملون بثمانمائة مليون دينار كله وقاعدة أتكلم لك مثال كتب نعم لا وقاعدة قدمت الآن للقضاء الأخطر الأخطر الدستور يجعل من قضية الثروات الطبيعية ملك لكامل الشعب العراقي وهي سلطات اتحادية فقط الأخ أبو مازن يوقع على اتفاقية مع شركة سويدية بها شريك إسرائيلي منذ عدة سنوات قبل التطبيع العربي الإسرائيلي هو سابق لجميعا بالتطبيع يوقع مع هذه الشركة اتفاقية يمنحها حق استخراج النفط في محافظة صلاح الدين وهو ملأة صلاحية والآن هذه الشركة من عرضة أنها عندها هذه الوثيقة وأنها صاحبة هذا الامتياز طبعا السهمة ارتفعت صارت في الشركة مهمة دخل عليها مستثمرين جدد والآن بعد أن اكتشفوا أن هذا ما يقدر سيطالبونا بمليارات الدولارات التعويض عن هذا الاتفاق الذي غير قابل التنفيذ ثلاثة نسوي عقد وهمي مع الشركة عقد وهمي يعني هو عقد حقيق العقد ولكن لا يوجد لا يوجد ماكو تجهيز وينطي كتاب للتي بي آي للبانك يقول هاي الشركة تطلبنا 421 مليون دولار وتشذب هي يعني ماكو أي أساس فتصور قصدي أنت يعني واحد يقر على الدولة ياخذ رشوة 40 مليون دولار مثلا وينطي كتاب يقول ذولة يطلبوننا 420 ياخذ 10% ويقر بدين على الدولة بـ 420 مليون دولار بأي مكان بسق الفساد هذا ياخذ عقد ياخذ عمولة أغلب أشكال ياخذ رشوة حتى يمشي عقد أو ياخذ عمولة من العقد هذا الفساد المستشري في العراق عدد المبالغ اللي أنفقت خلال أربعة سنوات الأخيرة بدون أصل من 2014 دا أتكلم داعش لأنه توقف العمل أكو فلوس كانت جاية أثناء تحرير داعش لدعم الأجهزة الأمنية وزعت على نواب وعضاء مجالس ومحافظات وشيوخ وكتب فلان أربعمائة مليون فلان ثلاثمائة مليون فلان مئتين مليون طبعاً أنا واحد من النواب القلائل بالمحافظة اللي ما مذكور اسمي بهاي القواءة ما للدفع حجم الفساد مرعب علني فساد علني علني قصدي ماكو العقل البشري مشلون هذا ينام الليل شلون يوقع على الكتاب يعني قصدي أكو أشياء يعني دولها شنو يعني بأي قدر واحد يظهره من يعني عدم الاكتراث بس لا يصل إلى هذه الدرجة كان يمكن لهذا الوضع أن يستمر لسنوات طويلة بسبب اختراق أبو مازن هاي الأموال اللي يسرقها هو سخي في إنفاقها هو فد عشرين بالمئة منها الكولية فد عشرة عشرة بالمئة صارت هسا للسفر للمغرب لأنه هناك سوا قصر وليالي ملاح وإلى آخره بالمغرب بالمغرب وعشرين بالمئة لدبي وأربيل ومدل وين يصرفين وخمسين بالمئة يدفع الرشاوي ببغداد يدفع الرشاوي على سياسيين ونواب يعني العطسة مالته هاي خمسمائة ألف دولار هاي ثلاثمائة ألف دولار هاي أربعمائة ألف دولار ما كان يمكن أن نتخلص من هذا الوضع المزري إطلاقا لو لا أن انتفض الدكتور عمار الجبر علي طيب مثل ما كانت الناس تعتقد لا يمكن أن يتخلص بالنظام الرئيس صدام وممكن كان أولاده يورثوه لو لا أن تجي أبريك تغزو العراق مثلا احنا ما كان نقادرين على أسقاط أبو مازل لأنه صار أقوى من عندنا في اختراق الطبقة السياسية انت بالمقدمة مالتك أشرت أنه أنا شخص إشكالي والطبقة السياسية لا تحب صوتي وطريقتي بالعمل ورفضي للفساد ورفضي للصفقات التي تصير على حساب الشعب العراقي هو بالضبط حفره تنزيل مثل ما تريد الطبقة السياسية وللأسف هناك طبقة من السياسيين الشيعة السياسيين الشيعة الإسلاميين يعتقدون أن أبو مازل هبت السماء لهم وأنهم يقومون بواجب شرعي حين يدعمون أبو مازل لأن أبو مازل يفكر أهل صلاح الدين ويجوعهم ويمنع الخدمات ويتركهم بهذا الواقع من التخلف الوضع في صلاح الدين على مستوى الخدمات أنت تتصور الآن تروح على المستشفى الكلاب تسرح في داخل المستشفى الصدق ما تستطيع أن تحصل على حباية بندول أنت جايبينك مخطر يريدون منك تروح تجيب من الصيدرية مغذي السيد المحافظ اليوم الذي انتفض على أبو مازل تمرد على أبو مازل تمرد انتفض أو قام بهذا الانقلاب على أبو مازل كان في زيارة لأحد المستشفى ولقى واحد يريد يشيلوه من هذا المكان على مكان آخر تخصص لهذه الحالة المرضية وما أحد يقبل يودي تعالوا بابا وين قالوا والله أصعاف مدى تجي روح بسيارتك على مركز الإصعاف لقى سيارات أصعاف ومصفتها جديدة بابا لماذا يطلبون ونعدكم تروحون قالوا والله ما يكون ما لدينا وقود صارنا أربعين يوم مطالعين مهمة لأنه ما لدينا بنزين إذا المريض ما هو يجيب لنا بنزين يعبي سيارة نحن لا نستطيع نطلع لماذا لأنه نائب في مغدال ورئيس لجنة في البرلمان وأبو مازم يتقاسمون كامل التخصيصات التشغيلية للصحة ينطل الرئيس مال الصحة أو المدير العام فدع عشرين بالمئة خمسة عشرين بالمئة إلى وخمسة سبعين يأخذوا إلى والناس تذهب إلى الجحيم فهو لما قال لولا هيتشي في ذلك اليوم قرر أن ينتفم إحنا لولا هذه الانتفاضة لا أعتقد أنه كان بمقدورنا أن ننتصر نعم مفوضية الانتخابات اتخذت قرار جهي وشجاع بأنه لا يجوز له الاشتراك في الانتخابات البرلمانية القادمة بالضبط وهذا يعني يرفع عنه الغطاء التخندق بالحصانة ولكن إجراءات المحافظ غيرت المسار الأحداث نعم خلينا نشوف يعني هي صورة أبو مازن صورته الأولى إذا يعني أكيد أنت حضرتك شايفها وإحنا شافها لكن أستاذ مشعان فقطوية تحمل المسؤولية أبو مازن وعمار يوسف عمار يوسف ووزارة التخطيط في عهد الوزير السابق أطينا صورة واحد فهد عمار يوسف أيضا عمار يوسف الذي هو رئيس مجلس المحافظة السابق الزين والذي هو من الحزب الإسلامي نعم والذي هو اشترك معه في أكبر عملية سرقة عبر شبكات المجاري أو بشروع شبكات المجاري وبعدين قام عمار يوسف طيب يفرض على وزير التخطيط المحافظ يقول الحالي يقول الآن يروح إلى وزير التخطيط عندي قائمة مشاريع اللي هي مشاريع المحافظة نعم يقولون يروح تفاهم بليار موك في مقر الحزب الإسلامي تفاهمويا وياهم الروح هناك يقولون لا هذه نأخذ عليها 25% هذه نأخذ عليها 20% هذه تجي تتحول بفلان مكان هايتنطوها للمقاولة لفلان حتى المشيركم يا هو يأخذون مني التزامات غصبا عني أو يدزون ما يردون هما وما اتفقوا عليه مع أبو مازن فعمار يوسف أيضا يتحمل المسؤولية عما كان يجري والحزب الإسلامي أيضا وللأسف أنا كنت البعض هوايا مغرم بوزير التخطيط السابق الدكتور نوري والكثير يتكلم عنه كلام كان طيب خاصة في القروبات ولكن أضع هذه الحقيقة أمام جميع أصحاب القروبات الذين يمتدعون وأمام الطبقة السياسية اللي تعتقد أنه الرجل كان وزير تخطيط ناجح قد يكون وزير تخطيط ناجح في تلبية مطالب النواب ولكن كان يفرض على المحافظات الغربية أن تتفاهم مع الحزب الإسلامي في مقره قبل تمرير المشاريع المخصصة المعلومة التي لدي كان بابا مزدود الدكتور نوري غافي يعني المعلومة للنواب وبالتالي أزعج الكثير من النواب أستاذ مجعان كل شغل طالب ونجح في إدارة الوزارة حسب ما أعرفه أنا أقول لك وهي هذه واحدة من الأكاذيب التي تم تسويقها والسيد محافظ صلاح الدين أعتقد سيظهر في هذا الأسبوع وسيبين هذه القضية رح يبينها رح يبينها بالتفصيل وقال أخطر قبل 3-4 أيام ظهر في إحدى القنوات قال أنا أدست للوزارة التخطيط مشاريع تجيني مشاريع أقرها عمار يوسف اللي يريدها الحزب الإسلامي وتفرض عليه واللي منها قصة الجملونات وهذه القصص بالسرقة كانت تفرض من وزارة التخطيط كل المشاريع التي لا تحتاجها المحافظة اللي هي ذات السرقة السريعة السيارات الآليات والجملونات اللي الآن تروح على محافظة الأنبار البارحة هاي شي أبطيك على السريعة البارحة أولاد أختي كانوا رحين يزورون الرمادي هم من الرمادي هم من تكريت وراحين على الرمادي بضيافة أحد جاءوا مبهورين هذول الأذرع مالتا أخذوا كل الأراضي ما للناس أخذوا مستحقات الشهداء أخذوا مستحقات المحافظة وتقاسموها فيما بينهم هذول بدور المقاول وبموازن بدور المانح في حين بصلاح الأنبار شيء مختلف الأنبار بنوا ونحن مقدر ننفوه في صلاح الدين دعا أتكلم فالحديث عن أن وزير التخطيط تشتغل كلام ليس دقيق ليس دقيق طيب على المستوى الأمني يعني أردف من كلامك في صلاح الدين لا زال الدولة العميقة تابعة لأبو مازن إلى الآن أستاذ سيطاح بكل ربوز الدولة العميقة خلال أيام سيد بدأت عملية استبدال بدأت بمدير هيئة التقاعد ومدير عام الاستثمار وبمعاون المحافظة اللي هو أخوه للزهوان هذا المقاول النهاب للمحافظة واللي تحمل مسؤولية النهاب بالمحافظة وكل المستشارين تم الإطاحة بهم دا تستبدل الطواقم يوميا سيستبدل مدير عام التخطيط المتابعة يجأ مدير بالبلدية يبدو من أداءة لأول مرة في تاريخ المحافظة توزع الأراضي بالقرعة للناس المستحقين في الأسبوع القادم هناك عمليات تغيير هائلة في عديد من الدوائر والتغيير لن يشمل فقط رؤساء الدوائر سيشمل الحسابات سيشمل المتابعة سيشمل دائرة الضريبة أنت تتصور دائرة نزاهة صلاح الدين هي مكتب نزاهة الذي نعول عليه لحد اليوم هو لم يفتح مكت أي قضية ضد أبو مازن وهو السارقة الأكبر ولا ضد هذول الأثنين الشرط لك إلهو ويأتي مدير رقابة مالية يقوم يداموا بيت المقاول حتى يطلع قضايا على المحافظة التي انتفض على أبو مازن يعني القصد أنهم فعلا صاروا دولة عميقة واخترقوا كل المنظومة الإدارية ويجري عملية التغيير قد تتطلب عملية التغيير بعض الوقت بصراحة ربما 30 أو 40 يوم لا زالت الصحة للأسف الشديد تم بيعها من قبل رئيس لجنة في البرلمان إلى أحد أفسد من تولاها بعد 2018 وهو سارق معروف وهو حتى مطبيب والآن رجعه بكتاب بحيلة أنا من هذا المنبر أناشد السيد مقتدى الصدر أن يسأل وزير الصحة الذي جاء به التيار الصدري والذي يفترض أن يتسم بالنزاهة يقول له كيف مجلس الوزراء يصوت على عزل مدير عام صحة صلاح الدين لفساده ويأتي الوزير الجديد يعيد تعينه معاون مدير عام حتى ما يحتاج موافقة لجلس الوزراء ويكلفه بإدارة الصحة بالوكالة تصور قصدي هذه قضية ما صايرا بأي مكان بالعالم طبعا خليني أقول أنه هو دفع لرئيس اللجنة في البرلمان ولا أريد أن أقول دفع لغيره وأتمنى على مكتب الصدر أن يحقق في هذه الواقعة ويعلن للشعب العراقي إذا كان كلام مش عن الجبوري حقيقي أو كان حقيقي يقول يا أبدا هذه قضية محقيقي وإذا كانت حقيقية يقول لنا حيثياتها سارق لكامل أموال الصحة عليه عشرات القضايات في النزاهة الآن عليه حوالي 30 بلاغ جديد في هيئة النزاهة في بغداد هذا الرجل أعفي من منصبة كان مدير عام الصحة أعفي من منصبة في حكومة عبد المهدي اللي الفساد بها كان هيتشي مثل الريح شالوه لأن متحمله وجيفة فساده والآن وزير الصحة يعيد تعيينه معاون مدير عام وكلفه بإدارة صحة صلاح الدين فالقصد أكو تغييرات نسعى إليها ولكنها ليست من صلاحيات المحافظ مدير عام التربية ومدير عام الصحة هذه صلاحيات حصرية لأمانة العامة لمجلس الوزراء ويجب أن تعرض على مجلس الوزراء المدراء العامين ونائب المحافظ فبغداد غير متعاونة لحد الآن في المسار الذي يجري في صلاح الدين ولكن أنا أعتقد لا تراجع عن ذلك بإمكان أبو مازين يغير المحافظ الدكتور يتغير هو قبل كان يقدر وهسه من يوقف أورا المحافظة الحالي الدكتور عمار من يوقف خليني أقول منه بظهرة منه الكفر اللي وراه خليني أقول لكم ما إلهي علاقة منه بظهرة المحافظ ذكي راح اجتمع مع كل زعماء الكتل قالهم هذا المسوي أبو مازين علن إذا تريدوا تصوروا الرياب كيفكم بس تفضلوا أنا المحافظة بأقول لكم هي تسووا هاي الأوراق بانتا ثم اتخذ خطوة شجاعة وسبق أبو مازين وتقدم ببلاغات كاملة ولأول مرة في تاريخ المحافظات العراقية إن المحافظة تشتكي على المحافظة السابق وتقول يا بابا هذا باقي أموال المحافظة والشعب وهي الوثائق فما عاد أكو أحد مستعد أن يمنح الغطاء لأبو مازين مهما بلغ هواهم مع الفساد ومهما بلغ هواهم في تعذيب أبناء محافظة صلاح الدين لن يستطيعوا المحافظ عنده حجة قوية طبعا أنا أساند المحافظ كل القوى الخيرة بالمحافظة أيضا تساعد تساند المحافظ النائب مثنى السام الرأي واحد من أقوى المساندين للمحافظ حاليا فهذه الإجراءات خليني أقولها الجنابك نعم ما أعتقد أكو قوة سياسية تستطيع أن تتصدى لها أو أن تساند أبو مازين حتى وزير الصحة قناعتي إذا بكرة قصاصة ورقة صغيرة جدت من الحنانة قالت لها تعال أنت شون سويت هيتشي أعتقد أيضا راح يشيل الودي العام الصحة اللي هو أحد العقبات الكبرى أمام إنهاء الفساد في محافظة صلاح الدين وإنصاف الناس والمرضى وخطيئة المرضى وخطيئة الناس الذين يذهبون إلى الموصل أو إلى كاركوك أو إلى أربيل حتى يطبوا مستشفى برقبة وزير الصحة وبرقبة من يحمي وزير الصحة من الحساب أو يسكت على فساده ما قد لعت بها في وسائل المحافظة بفلها كل المحافظة ما هي المليارات هو كان شي سوي يجي ينضرش وبزارة التخطيط يأخذ فلوس وأمطيك قصة أخطر تبين لنا الآن إنه أحد وزراء التخطيط أبو مازن عند خطة سنوية صادق عليها وزارة التخطيط يقره مجلس المحافظة تتضمن المشاريع التي يجب أن تنفذ وترصد لها الأموال أبو مازن سوى شيء لا علاقة له بالخطة على مدار سنوات وهاي توديه على السجن زحلقة ركض يعني أحد وزراء التخطيط صادق له بأثر رجعي ألغى المصادقات القديمة وصادق له على أربع سنوات سابقة أن الأعمال التي تم تنفيذها وزارة التخطيط وافقت عليها رغم أنها كانت مخالدة للخطة فالفساد الأكبر الذي كان يتواطئ مع أبو مازن هي وزارة التخطيط ثم طبعا مكتب النزاهة في تكريت ثم مكتب الرقابة المالية في تكريت ثم ما سميته الدولة العميقة هو كان منطي رشوة لكل مفاصل السلطة في المحافظة طيب أمنيا واحد قاضي يجي لمحافظة بسيطة فلا فضل يجي واحد نائب مدعي عام إلى تكريت معاقب من الموصل يجي إلى صلاح الدين سوء قدر المحافظة باعتباره مو من أهل المحافظة فيبدو القضاء أو رئيس بجلس القضاء أو ما أعرف شنو آلية ما الاختيارة قال لك هذا جاي من غير محافظة جاي إلى صلاح الدين مو من أبناء المحافظة خلينا سوي قاضي النزاهة سووه قاضي النزاهة بالأخير قال لوله قدم على التقاعد واطلع برا لعمرك راح تقضي مسجن هذا القاضي حاليا قاعد في عمان بقصر عند أملاك بقدم ملك هو وأبوه وجده وجد الرابع والسابع عشر والثلاثين على مدار ثلاثمائة سنة القاضي منين؟ من الأخ أبو مازل طيب موضوع الملف الأمني يا أستاذ مشعان ما شاء الله ويأخذت الحلقة من عندنا على مستوى صلاح الدين شو شوفوا الوضع الملي في المحافظة شرق العالم تحديدا في أي مكان داعش بدأ يعني يستعيد قواه حسب المعلومات اللي توصل لنا من الدير حسن داعش قام بنشاطات متزايدة ولكن اللي يجرب شرق العالم مختلف حسن لا أجزم ولكن أعتقد أن عملاء لداعش أو متواطئين مع داعش استدرجوا مجموعة من المقاتلين ومنهم آمر فوج في أحد ألوية الحشد استدرجوهم بطريقة لا أعرف ماذا جرى بينهم لأن الجماعة قتلوا وذولاك ما مسكنهم فراحوا مرتاحين إلى مكان وعندما أصبحوا في مكمن قتلوا أطلقت عليهم من نار وقتلوا طبعا أحنا الآن عبر هذا المنبر أني أأكد أننا رغم كل الخذلان اللي شعرنا به بعد التحرير رغم أن الدولة ومن قاتلنا معهم ناصر الفاسدين وتركوا حلفائهم في القتال رغم الممارسات السيئة تصل إلى حد القذرة التي ارتكبها البعض من ما يسمى المشتركين بحارك التحرير بالتغيب والاختطاف والقتل والتعذيب والإعدام خارج القانون ولكن ورغم كل ما تعرضنا له بعد التحرير ومع أني أعرف أن ما تعرضنا له بعد التحرير كان عدد ضحايانا أكثر من عدد الضحايا خلال عهد داعش للأسف أكثر لضحاياكم وراء التحرير نعم ضحايانا وراء التحرير بالتغييب والقتل والاختطاف أكثر من ضحايا داعش أكثر من اللي قتلهم داعش من أولادنا خلال احتلال المحافظة ولكن نحن على يقيم أن الخيرين أكثر في العراق والدولة العراقية دولة تستحق أن ندافع عنها والنظام السياسي متمسكين به وسنقف مع الدولة مرة أخرى رغم كل هذا الخذلان ونقول لداعش سنقاتلكم وليس لكم موطأ في مناطقنا وإذا ما شافيتون شركم وعدتم من حيث أتيتم سيقاتلكم الجميع وهذه المرة إذا بالمرة السابقة ربما تعاملنا بطريقة يعني خليني أقول بها قدر من السماحة مع من ساعدكم أو من صفق لكم واعتبرناهم مغفلين هذه المرة لن نكون أبدا سنتعامل مع من يقدم الدعم أو المساند لداعش كما نتعامل مع الداعشي طيب فالوضع الأمني بصراحة ليس جيد ولكن أيضا الجرائم التي ارتكبت بالفرحاتية من قبل قوات تدعي أنها جزء من الدولة ومن القيادة العامة من القوات المسلحة ليست بأقل ضحايانا خلال شهر الثلاثة الأخيرة أيضا من قبل الذين جزء من الدولة يدعون أنفسهم واللي هم الميليشيات الولائية من قتلوه من أبنائنا أكثر مما قتلت داعش أيضا خلال نفس المدة الميليشيات الولائية نعم قتلت من أبناء المحافظات أي أو غيمت أو اختطفت أكثر من اللي قتلتهم داعش بهالكام عملية اللي سوتهم طبعا مع استنكرنا لجرائم داعش ولكننا أيضا نستنكر جرائم الميليشيات الولائية التي تعتدي على أهلنا وعلى ناسنا طيب ونعتقد نعتقد أن الجميع بحاجة إلى مراجعة إذا نريد أن نكسب المجتمع وتصطف الجميع معنا في مواجهة داعش ومنع خروجها مرة ثانية سواء تحت اسم داعش أو مسمى جديد علينا يجب علينا أن نصلح أو نصلح الحال ونوقف الإجراءات السيئة والهيمنة على أرزاق الناس التي تمارسها الميليشيات موضوع الملف الأمني جرني إلى موضوع ساحة الطيران ما في الرسالة السياسية بقوية أقوى من الرسالة الأمنية والخرق الأمني الذي صار موضوع ساحة الطيران والذي أعقب من إجراءات وتبيعات التي صارت بقضية السجون والمصادقة على أحكام العدام وغيرها لكن دعنا نبي رسالة تفجير ساحة الطيران والتفجير صار في ساحة الطيران رحوا عراقيين أبرياء عمر وعلي والسني وشيعي وناس مسطاء ولكن الرد الفعل ما للحكومة اعتقالات من حزان بغداد اعتقالات من بعض أحياء السنة من شمال بغداد وقاموا يلقطون وقالوا أنهم كشفوا العصابات وكشفوا الداعمين وقالوا البرحة اعتقلوا عشرين واحد ناقل للإرهابيين يقول لك عندنا معلومات استخبارية أسأدري إذا عندك معلومات استخبارية لماذا أنت ما قضبتهم قبل ما يتفجرون ويجوون هذا القائد ما الداعش قتله أنا أعتبرها عملية استخبارية غير مرتبطة بساحة الطيران أعتقد ولكن الجزء اتسرعت كانوا ممكن ينتظرون يبقون يراقبوه شوفون يساعده من يتواصل معه وستسرعت حتى يهدؤون نفوس المشكلة ردت الفعل شو شوفوا ولكن ردت الفعل اذكرني بال2006 وال2007 وال2008 لما كان يصدر أمر إلى قادة القوات يقولهم مريدكم تقضبوهم هذا السوى التفجير لازم تجيبوه هو ميد لأنه السوى التفجير هو انتحار يفجر روحه وراح وما يعرف ما حد يعرفه منه صار قطع بلد لحم يروحون على اليمن يروحون على حزام بغداد على الدورة على بغريب على التاجي يجيبون بهالعالم ويحطون بالسجون ويحولون البيئة هناك إلى بيئة معادية واتصور أنت عندما جرت قمة بغداد إذا تذكرها اعتقلوا 1500 واحد يسموها إجراءات احترازية جابهم واحد مدرش يسمى قائد نعنة الله عليه هسا مدري وين ول جابهم اعتقلهم إلى اليوم ما طلعوا هم جوا إجراءات احترازية مو أحكام يعني الشيل جيبوا الشباب من عمر هل قد لهل قد لماذا تعتقد العامل الطائفي موجود في التعامل الحكومي أستاذ المشعر في التعامل الأمني في التعامل الأمني عفوا نعم العامل الطائفي لأنه بدرجة أخف الرد الفعل هذا الأخير كان خليني أكون صريح منذ عهد حكومة العبادي خليني أقول بعد كم شهر من تولي العبادي الحكومة اختفت هاي الممارسات نهائيا وباستثناء الممارسات التي صحبت عمليات التحرير من قبل الميليشيات الولائية لم يتعرض أهالي بغداد وحزامها إلى عمليات اعتقال ولا الأحياء السنية في بغداد لأي تجاوزات وتبدل طريقة تعامل المؤسسة الأمليية بعد عملية الطيران جرت تجاوزات كبيرة وأتمنى أنها تكون ليست بعلم القائد العام وحسب ما افتهمت أن السيد فالح الفياغ مثلا في قضية صلاح الدين اعتقلوا 200 واحد شبعوهم كتل من الناس الفقراء والشياب والفلاحين بعد الكمين اللي راحوا بجمعة أحد ألوية الحشد أعتقد اسمعت أنه أطلق صلاحهم تدخل وأطلق صلاح ذولاك ذولاك نعم ولكن اللي تمضي اعتقالهم على خلفية هذا التفجير اللي صار فيه ساحة الطيران أعتقد الكل الآن كل ساعة يقولون اعترفوا وبدري سووا وطلعوا شركاء وبصراحة أنا لا أثق بأي اعترافات تحت صياط الجلادين ولا أثق بأي اعترافات تظهر على شاشات التلفزيون ويعتبر أن الفضائيات التي تتورط بمثل هذه الأعمال تخرق شرعية حقوق الإنسان وشرائعه فأعتقد أكو تجاوزات يرتكبها ضباط طائفيين يمكن تعالج القضية عندما تصل إلى القضاء لأن القضاء الذي كان يصادق على الاعترافات بدلاً على المخبر السري والتعذيب أعتقد هذا النهج توقف نهائياً توقف أعتقد طيب شباب طون الفيديو رقم ثلاثة خلينا نسمعان والضيف الكريم أستاذ مشعان ونشوف هنا عشاشة ثلاثة يا شباب لا تعتقد اليوم إرهابي كان قاعدة أو داعش أنا دافع عنه أو أي سني داعش لأن هو رح يرجع لمنطقتنا هو ذباحنا أخي وما ذباح أحد غير من ترى هو كتل ولدنا يتم أطفالنا هو هذا أبو القاعدة اللي يحمل الفكر الإرهابي أو اللي يحمل الفكر الداعشي فما معقول لنا إذا أوقف على داعشي ما معقول لهذا الكلام أرجوك يعني حتى المشاهد خليفتهم نحن من ندافع على الناس الأبرياء الناس اللي انكتلت الناس اللي تعذبت على موضة ينتزعون الاعتراف ماليتهم بالقوة شقد عددهم دول أستاذ محمد يعني المتهمين بالإرهاب ما بين 13 ألف إلى 17 ألف موجودين هاي إحصائية هاي إحصائية الموجودة اللي عندنا أجزم 90% بهمهم أبرياء أجزم آني تتفق أستاذ مشاعر؟ تماما 90% أبرياء؟ وزير العدلة السابق بالوكالة الأستاذ بنقين ريكاني قل لي أجزم أنه 90% بعد أن أحشيتها بالتلفزيون ثم خابرني لامني قل لي راح تحرض علي وتسوي لي مشاكل أرجوك منها رايح قول 70% أنا قلت لك أن 70% المحكومين بقضايا الإرهاب هم ناس أبرياء وزير العدل بالوكالة الأستاذ بنقين ريكاني وهو رجل قريب على كل أقطاب السلطة وهو موجود وأتمنى في اليوم حضرتك تستضيفه وتسأل هذا السؤال تولى وزارة العدل لعدة أشهر فأني أجزم أن هذا الوضوع سنة؟ كلهم سنة كلهم سنة كل المدانين بقضايا الإرهاب سنة؟ سنة لأنه هي المادة مفصلة على السنة هي البعض يسميها أربعة سنة والبعض يسميها أربعة أرهاب طيب سياسيا نحن ورحين إذا عدناه عدد هائل ونسبة كبيرة من السنة في المعتقلات والسجوب لأنه أنا يعني ورحين لأنه أنا ومحمد الكربولي نتكلم بأكثر أثنين نواب بأهل السنة نتكلم عن قضية المغيبين والمعتقلين صراحة نعم أحدهم كاتب تغريدة هالسا تقدر تطلعها يقول هذا تحريض مشعان الجبوري ومحمد الكربولي أدى إلى انفجار صحة الطيران لأنه بس نطالب بإنصاف العالم بس نطلعها لذوق عندك تفتر نعم نتلقي على نعم لما المجتمع يحب الدولة ما يقبل بالغلط لما يشوف بيت فايت واحد غلط يخبر الشرطة الجيش الاستخبارات يروح يدقق بنفسه لما البيئة حاقدة على الدولة متى بالإعلاقة هو شبعان لهم إهانة وكفخات وكتل وابن معتقل زوج بنته باقضية مدري أكيد ما يتعاون نحن لازم نخلق طريقة تعامل وكنا نراهن على دولة الرئيس مصطفى الكاظم بصراحة أنا من الأشخاص اللي كنت أراهن أنه تحدث عملية أصلاح أكثر مما جرى في عهد حيدر العبادية اللي جرى مؤخرا مؤسف مرفوض مرفوض بالمطلق ومضر ومضر بالعملية السياسية ومضر بالسلم الأهلي وأعتقد أن الرئيس الكاظمي ربما تدخل في اندفاع الطائفين يعني أوقفهم من اندفاع باتجاه اعتقال مزيد من الأبرياء مهيئين للانتخابات وحشيري على الصقور في الانتخابات القادمة أستاذ مشعان وسط هذه البيئة المضطربة هذا التعثر الأمني هذا التعامل الأمني الغير مدروس مثل ما وصفته حضرتك مهيئين لجراء الانتخابات المكون السني يعني أولا إذا جرت إذا المفوضية استمرت بإجراءاتها نعم وشجعت على البيومتري ومجلس النواب أقرر تعديل قانون الانتخابات واعتمد البطاقة البايومترية حصرا أي انتخابات بدون بطاقة بايومترية ستزور ولا تمثل إرادة الناس إذا اعتمد البطاقة البايومترية والمفوضية بالطريقة إذا أشوفها كيف تشتغل هذه المفوضية خليني أقول هي الأفضل خلال الثمان سنوات الأخيرة مئة بالمئة هي الأفضل بكثير وربما حتى الثمانس يعني كل مجالس المفوضيات هذه المفوضية كان أكو محترفين في مفوضيات سابقة ولكن هذه المفوضية يبدو أنها تتمسك بصلاحياتها وتحاول أن تمنع الآخرين السياسيين من التدخل في شؤونها لأنهم قضاءت وقضاءت من الدرجة الأولى قضاءت يعني من القضاءت الجيدين صراحة يعني كان يكو قاضي أيضا يشتغل عضو مجلس المفوضين ترك القضاء وجاء ولكن كان مثل مثل الباقين فاسد فأراهن أننا مهيئين للانتخابات أما الصقور يعني أبرز اللي راح يكون حاضر إلى حضوض مثلا أو حضور من الوجوه اللي راح تغيب أستاذ كثير جدا من الوجوه ستغيب كل الذين تخلوا عن أهلهم وعن ناسهم الفلوس والذين كانوا يفوزون بالفلوس راح يغيبون راح يغيبون يرجع بفلوسه بالبيومتري لدي فلوس صعب تبشيه ينساه ما ممكن أبد ببيومتري ما ممكن أبد ما ممكن من أما أستاذ مشاعر كثير من النواب اللي هم كانوا يشترون المقعد من المفوضية حضوض الأحزاب الإسلامية أنا أعتقد ستتراجع دورها حتى عند الشيعة ستظهر قوة جديدة مدنية شخصيات جديدة الناس الذين غادروا التخندق مع الأحزاب الإسلامية هم الذين سيكون حضهم أوفر نحن في صلاح الدين التي تشكل الصقور هناك نواة الصقور من ثلاثة أتدري صلاح الدين تتكون من ثلاث مناطق نعم فنحن في صلاح الدين شكلنا تحالف من ثلاث أحزاب المسار والحزم أعتقد الحزم والوطن بعدني محفظة الأسماء زيادة نعم مشعان الجبوري رئيس التحالف الذي يسوي القائمة يخوض الانتخابات في شمال المحافظة مثنى السام الرائي يقود التحالف في وسط المحافظة التي هي سام الرائي نعم والدكتور عمار جبر يقود التحالف في جنوب المحافظة التي هي بلد والدجيل والضلوعية وجزء من الطوز فقناعتي الشخصية سوف نفاجئ الجميع في النتائج في صلاح الدين وأعتقد صلاح الدين سيتم التبديل بها ربما بنسبة 80% حضوظ أبو مازن في لقاء وفي تصريح يقول راح أقدر أحصل في الوسط والجنوب على خمسة إلى ست مقاعد قناعتي هو ما يمنوع يدخل بالانتخابات كداعم لحزب إذا دخل السجن قبل الانتخابات ما يحصل ولا مقعت في كل العراق متوقع يدخل السجن؟ 90% قبل الانتخابات 90% سيتابع الانتخابات عبر تلفزيون السجن قناعتي الشخصية تعول على لجنة أبو رغيف في قضية السجن؟ لا حتى أكون صريح جماعة لجنة أبو رغيف ما تدخلت في أي ملف من ملفات الفساد لأبو مازن مع أني كتبت تزياد رسائل وأنه أنا مستعد أقدم شهادات ووقائع وإن لم تكن حقيقية وأتكلم عن سرقات لمئات المليارات بس يبدو هم ما اقتربوا من هذا الملف لحد الآن ليش معرف ولكن أراهن عن القضاء وتراهن رح يشوف الانتخابات أبو مازن بالسجن والقضاء سيقول كلمته الحق وقناعتي إن القضاء تخلص من الضغوط من كانوا يضغطون لإنقاذ أبو مازن من السجن قد رحلوا 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 سافروا ولرحلوا قالوا رحلوا والباقين الذين خلي نقول يرتشون منه أو يعتقدون إنه يقوم بواجب شرعي في إفقار المحافظة وتجويعها لم يعودوا بذات القدرة والتأثير على القضاء رح نشوف رئيس وزراء صدري هذا طموح ولا واقع ولا خلاص رادو الجماعة رح يكون أستاذ مشعان في الانتخابات القادمة التثقيف الإصرار على وجود رئيس وزراء من قبلهم دي يحشون بصراح هنا يقولوا الأستاذ أحمد حقنا مصرين على أن يكون رئيس وزراء شي يشوف بصراحة يعني رغم أني ما أنا أدخل بأي عملية اشتباك مع التيار الصدري بس خليني أكون صريح أيضا على المنشيرات الحالية يعني أقول لك بصراحة فضل إذا يجينا رئيس وزراء من التيار الصدري من الشخصيات المعتدلة التي نشوفها يعني فالنقل حسن الكعبي مثال مثلا اللي هو نائب رئيس البرمان دي يحاول أن يتصرف على أنه رجل دولة مثلا قولا واحدا ونحن سنتعامل معه على أن هذا رئاسة الوزراء هي استحقاق شعي وهم الذين يقررون اللي يجيب الأكثرية هو يجيب رئيس الوزراء ولكن إذا جانا مثلا ما بعضهم سوي أغنية يقولون لازم يجي سايق البطة مو أبو الجكسارة ما أدري شفتها لا ينشودها أو لا أكيد نشعر بالرعب أن يجينا أبو البطة تخافون من البطة مئة بالمئة البطة أخذت الألاف من أولادنا وذبتهم مرة السدة وقتلتهم وختطفوا أولادنا في بغداد ولا نتمنى أن تعود تلك الأيام السوداء وقولا واحدا سنذهب إلى وضع خطير والبلد أقل ما أقدر أقول عنه سيقسم إذا جانا سايق البطة وصار رئيس وسراء أو بصر إذا يجينا أبو البطة ولكن يعني يجينا أبو البطة طبعا هو أبو درع نموذجا مثلا ولكن يجينا هناك شخصيات في التير الصدري يشتغلون في رئاسة الجمهورية حاليا صراحة يعني يشتغلون في بعض المؤسسات يتصرفون يحفظوها أو لا أستاذ وفق المؤشرات لا أستاذ لا أستطيع أحكم لا أعرف ما سيكون المزاج الشيعي أنت تعرف الشارع الشيعي يتأثر بالأحداث التي تسبق الانتخابات التفجيرات التصادم بيناتهم بس إلى الآن كسنة تخافين من البطة أستاذ مشعان نهج البطة وسائق البطة والسيارة البطة منها أشوفها بالشارع أحب أجفل تجفل نعم البطة في ذاكرة المجتمع السني شيء كارثي فنحن لا نعترض أن يكون يأتي رجل محترم من التيار الصدري بل مستعدين أن نتعاون وربما قد نكون جزء من شراكة في حكومة بصراحة أقول لك ولكن على أن يكون وزراء هذه الحكومة ورئيس هذه الحكومة ليسوا من جماعة البطة وإنما من الخط الإصلاحي في التيار الصدري تجفلون من تقدم وخطوات السيد رئيس البرلمان المشروع هذا الجديد أم لا تضعى كوية يعني هو شف بصراحة يقول أنا ما أقلق من هذا المشروع على مستوى الصقور نتحدث نحن الصقور نعرف كيف نأخذ وتقدم أي تاني أخذ في صراحة الدين وأعتقد أن مقاعد السنة نتقاسمها يعني قصدي ستنحصر بيننا وبين تقدم ونعتقد أننا الصقور سنأخذ أكثر بصراحة ولكن في المحافظات الأخرى أيضا دا أتكلم تقدم دا يشتغل عند أمكانيات هائلة دا يدعم مرشحي بكثير من الخدمات والإجراءات على الأرض ونحن لسنا في حالة صدام مع تقدم أنا على المستوى الشخصي دا أقول على تواصل مع قياداتها أنا على تواصل مع قياداتها وما عندي تواصل طيب ومع الرئيس الحلبوسي جيد ومثل ما عندي تواصل طيب أيضا مع الرئيس سامن نجيفي نعم ولكن تقدم عندهم حظوظ جيدة وأعتقد سيحصلون على أشياء جيدة في بغداد أكثر مكان قد يعني يشكلون بمفاجأة بتعبتي قادي هو بغداد الأنبار قولا واحدا هم الأول أول طبعا حلبوسي نشوفه رئيس برلمان لولاية ثانية الحلبوسي هل قد مذكي يعني باعتقاد الشخص بصر رئيس برلمان هو بالثلاثينات لو مصر جوال قاع يعني هو يفترض أن ربما المناخ السياسي أو المزاج السياسي ربما لا يسمح له أن يكون رئيس برلمان الحلبوسي يريد أن يجيب رئيس برلمان سواء هو أو غيره بس القصد هو يريد من الآن فساعد يلعب دور الكينج ميكر هو يريد يصنع رؤساء البرلمان وإلى دور في رئاسة الحكومة وإلى دور في صناعة الدولة ولذلك هو الطريقة النهج مالته حاليا من أقعد وإياه وأسمعه وأشوف كيف يتحدث أعتقد هو واعي هسا البعض من السنة من يقعدون يعني بعد ما يجي رئيس برلمان لو تنقل بالساعة المظاهرات والاحتجاجات لذول الطبق السياسي الناس كلها ما تريدهم أصلا أكثر واحد واعي لهاي القضية هو محمد الحلبوزي هم عبرهم هو عيش بهذا الوحيد دي خطط صح حلو هو لأنه دي خطط صح لأنه مدى يقول آني أردجي أصير رئيس البرلمان يقول أريد أنه هنانا ينصنع هو من عنده يطلع رئيس البرلمان سواء هو إذا يتحمل الملاخ أو غيره هذا اللي هو دي يشتغل عليها طيب بس طبعا أدري مو كل ما يتمنى المرأة يدركه وهذه معركة وهذه انتخابات نعم والمزاج الانتخابي يتأثر بمجموعة من العوامل إذا نجح في مجموعة من الخطوات مثلا قبل الانتخابات ومنها قانون العفو إقرارة أو معالجة قضية المغيبين التي استندوا عليها عندما دخلوا بتحالف مع الفتح وقالوا إننا سنعالجها إذا نجح في إعطاء أجوبة وإجراءات حقيقية للمكون السني قولا واحدا سيكون في الصدارة صورة اثنيا يا شباب أستاذ مشعان يعني التصريحات بعض الساسة السنة وبعض الأكرات يتحدثون عن الشخصية اللي أدارت ثمان سنوات السيد نور المالكي يعني راح ندور عليه في قابل الأيام يصير تحالف عليه فعلا يعني أكثر الشخصيات أو أكثر نواب يعني يقول لك وديرة بين العبادي والمالكي شو شوف أعتقد فرص العبادي أكثر من المالكي والمالكي أقول لك فرص العبادي فرص نعم يعني إذا نرجع للوزراء السابقين فرص العبادي أكثر من المالكي فرص المالكي أكثر من الجعفري بس لا أعتقد أبدا يعني أنت تعرف التيار الصدري في المرحلة القادمة سيكون بحال أحسن وكل الأحزاب الأخرى ستكون في حال أضعف فلا أعتقد أن المزاج الشيعي خلي نحسني نعم لا أعتقد أكيد لما نخير بين سائق البطة أو البطة والمالكي راح تختار المالكي البطة والمالكي نقول المالكي والهوس للمالكي نروح لالبيت نقول تعالى نعود ندعمك نسويك رئيس وسرعة ولكن أكيد الناس وكل وأحنا أيضا نريد شيء جديد نريد يعني نريد شخصية مثل الكاظمي مثل العبادي حتى أكون صريح هذا بكيفنا لأنه هذه الشخصيات كانت لا تتصرف بهمجية وطائفية مع جمهورنا تصرفت بأكثر انفتاح وأكثر اعتدال فأيضا تدري أنت عصر البطة هو كان في عصر السيد المالكي للمرحلة الأولى ف يعني ازدهر قصدي في تلك المرحلة البطة وجرى ما جرى في العراق بس ما أرجع أقول لا أعتقد أن المزاج الشيعي والوضع الدولي وعودة بايدن والمواقف التي تبناها المالكي حاليا التي تبناها السيد المالكي حول الصراع بين أمريكا وإيران تسمح بأن يكون السيد المالكي هو رئيس الوزراء القادم أعتقد ذلك صورة رقم 4 يا شباب أستاذ مشعان تعتقد أخذ دور قاسم سليماني بشكل قآني النفوذ يعني الإيراني ضعف يعني صارت أكو كذا زيارة لقآني كان النفوذ الإيراني إلى رأس الآن مشتت هو نفس النفوذ نفس الميليشيات يجوز بعضهم ازداد ولاء لإيران بلس كان يقوده إلى رأس وهذه القوة المشتتة كانت تنظم باتجاه واحد يعني عندما يصدر لها قرار الكل يلتزم الآن إيران تقول لا تضربون السفارة هم يضربون السفارة إيران تقول لا تسوون فلان شي هم يسوون فلان شي ماكو أحد راح يقدر يأخذ مكان الحاج قاسم سليماني في الإراق حتى أبو فدك نهائيا ما أحد يستطيع دور المهندس ما أخذ دور المهندس ما أدري مختلف القضية كل واحد إلى طريقته شخصيته مختلفة المهندس قدم نفسه على أنه ليس جزء من أي فصيل وهذه ميستة أبو فدك جزء من الكتائب الهادي العامري بدر شيخ قيس العصائب نعم ما أحد يقدر يجمع هؤلاء كلهم أبو مهدي كان يقول لكل أنا وياكم أكثير مدحت أستاذ مشاعر أبو مهدي حتى رثيت أيضا في ذكره رحيله حقيقة أنا أقول لحضرتك شكيت لكذا قضي خسرت صفحتي بلف يسبوك بها 860 ألف واحد بسمى برثائل أبو مهدي تزوري تحضير وعدة نشرت للرثائل بصراحة أبو الله شالو تزوري تحضير نعم نعم عدت تنشره وشالوني نهائيا وقل له هسا يقول ترجع عبد صار سنة ويتم يخفي رجعه عبد بس ما أنا متمدم أنا رجل كان معي وفيا حما منطقتي من الميليشيات أنا الشرقاط كان مسحوها من الأرض الجماعة طالعين من بغداد هم داي تخيلون شون يمسحون الشرقاط وهذه المدينة اللي كانت ويمدري منه ويمدري منه وجيش ودولة وأمن وحرص ودول قادة من عدها وقارة إسر كانت جيش من عدها ويعني رايحين وأني أدركت هذا الأمر فتلك اللحظة التي وعدني أنهم لن يدخلون أبدا ولا على سبيل الزيارة ولا ممنوع طبون ما رح أقدر أنسان هي أبدا وأيضا لما كانوا كثير من الأخوة الشيعة لا يثقون بنا يعتبرون إرهابيين ودواعش ومدلمين وقاعدة وإلى آخره هو وثق بنا وسمحنا أن نشكل لواءين من أبنائنا وصحيح أن طانعا أول مرة بنادق بلا شاجور أو مبطق وبعدين شوية شوية إلى أن قام ينطينا أسلحة ضد الدروع بس أيضا أن طانعا فرصة وأن طانعا ثقة بنا ولذلك لأنه غاب الآن لا يزعلون الأمريكان لا يزعل مدرمنه ولا أخسر لمية واحد من جمهور السني أنا مثلا أتورط بمواقف غير محترمة أو أقول ما ليس حقيقي أنا الرجل لم أرى منه ربما الشيء الوحيد وأنا اختلفت معاه في أكثر من مكان وتهدد أنا اللي كنت عالية الصوت ضده واختلفت معاه بشدة في موضوع المغيبين والمعتقلين بصراحة لأنه مكان يقدر يوقف في هذا الأمر مكان يقدر ما أقدم معالجات في هذا الأمر من اللي يقدر يأخذ مكانه أستاذ مشعون بالدفاق الأخير أبدا عراقي نعم أبدا لأنه ماكو أحد هو مدرسة مختلفة لأنه كل الأسماء يعني شوف أحمد الأسدي شخص أنا بالنسبة إلي أفترضه معتدل أقدر أتفهم بس أحمد الأسدي عنده جيش عنده فصيل ما يقبلوا الشيعة الباقين أنا اللي يأخذ مكان أبو مهدي هو الذي يستطيع أن يقبل أن يقنع الجميع بكلمته ويفرضها على الآخرين مثل ما الأخ قاني ما قدر يأخذ مكان موق تقصيرا بي هذاك تاريخ ومرحلة واسلوب وهو أسس هاي العالم وأسس هاي الجيوش وهي الفصائل وهو تعيش قصة مختلفة رئيس حزب الوطن أستاذ مشعون الجبوري شكرا لحضرتك ونورتنا في هذا اللقاء شكرا لإستعصدت إن شاء الله قريبا نلتقي بإذن الله شكرا جزيلا أستاذ مشعون شكرا لكم سادتي دمتم بأمان الله وكرمه إلى اللقاء اشتركوا في القناة